الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وسلام الله عليهم أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين أما بعد إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس الدعاء وفي الدعاء وفي المشاركة بالدعاء فالإخلاص سر النجاح والإخلاص شرط لحصول السواب والإخلاص إكسير العمل فأخلصوا لله تعالى في هذا اليوم العظيم الجليل المبارك في هذا اليوم الذي بقي منه الأقل لينتهي وتبدأ ليلة العيد المباركة وقد قال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة العيد إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فإذا دخل المغرب بعد وقت إذا صار المغرب لا تقل انتهت العشر وانتهينا لا بل تبدأ بعبادة عظيمة وهي إحياء ليلة العيد المباركة وهذه الليلة الجليلة من أحياها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقد بهذا الإحياء تعتق من النار إخواني وأخواتي ويبقى عندكم بعد الليلة يوم العيد فاغتنموا فيه الخيرات ساعد فيه الفقراء والأيتام والأرامل وصلوا الأرحام كما قال عليه الصلاة والسلام صل الرحم وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة يعني مع الأولين وعد فيهم القاطع يعني قاطع الرحم إذن إخواني وأخواتي اغتنموا ما بقي من هذا اليوم العظيم وهذه الليلة ليلة العيد ثم يوم العيد أكثروا فيه من الطاعات والعبادات ونوعوا في أبواب الخيرات نوعوا في الطاعات والعبادات وأكثروا ما استطعتم وسنبدأ بمجلسنا هذا مخلصين لله متوكلين على الله مستحضرين في قلوبنا الصدق والإخلاص لعلنا نعتق من النار في هذا اليوم العظيم وإن لم نكن على جبل عرفات لم يتيسر لنا أن نكون هناك لم يتيسر لنا أن نكون في هذه الساعة في تلك الأرض الطيبة المباركة لكن ربي على كل شيء قدير وهو أرحم الراحمين فهو سبحانه يغفر للمزنبين للعصات للآثمين لأهل الكبائر من المسلمين وهو قادر على أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن ينزل علينا السكينة والرحمة ولو لم نكن الآن في أرض عرفات شاركوا معنا كونوا معنا في هذا الدعاء لعله يستجاب لنا فنفوز ونربح ونفلح في الدنيا والآخرة وكم من أناس سعدوا وفازوا بدعوة دعوها فاستجيبت لهم أو بدعوة دعيت لهم فاستجيبت فنالوا السعادة كم من أناس شفوا من الأمراض كم من أناس رفعت عنهم البلايا كم من أناس حصلوا على المراد بدعوة فلا تبخلوا على أنفسكم ولا تبخلوا على أهلكم فادعوا لأنفسكم وادعوا لهم ولا تبخلوا على المسلمين فأشركوهم في دعائكم والدعاء عبادة تذل لله نطلب من الله نسأله نرجوه وهو سبحانه يحب من عبده المؤمن أن يكون ملحاحا في الدعاء أن يكثر أن يعيد أن يطلب أن يسأل وأن لا يتضجر إن لم يتحقق له ما يريد لا يترك الدعاء بل يقول لعل السبب في أنا أنا في عل في سبب فلم أعطى ما طلبته لكن السواب حاصل بإذن الله فلا يترك الدعاء بل يثابر عليه بعض الناس الصلحاء كان يواظب عمره على دعوة واحدة فأعطاه الله ذلك بعد الممات وبعض الناس دعا نحو نصف قرن في بدعوة فاستجيبت له إذن لا تيأسوا ولا تترك الدعاء بل استحضروا أنكم تتزللون للخالق العظيم تسألون الله تطلبون من الرب جل جلاله وهذا سواب وأجر وخير وبركة ونور إخواني وأخواتي قبل أن نبدأ أذكر نفسي وأذكر غيري بالتوبة قال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له نتوب إلى الله نرجع عن الذنوب عن المعاصي عن الآثام نعزم في قلوبنا أننا لن نعود إلى المعاصي نعزم في قلوبنا نعزم في قلوبنا أننا لن نعود إلى الآثام والمحرمات تندم تشعر قلبك بالندم والخوف والأسى لأنك عصيت الله ليس خوفا من الناس وليس لأجل الناس فقل تبت إلى الله بل قل أتوب إلى الله أستغفر الله وأتوب إليه رجعت لن أعود يا ليتني ما فعلت رجعت لن أعود يا ليتني ما فعلت اللهم تب علينا واغفر لنا إخواني وأخواتي الدعاء له مفتاح الدعاء له أسباب للإجابة منها الإخلاص منها أن تبدأ بالحمد له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تبدأ بذكر رب العالمين بذكر الله بلفظ الجلالة الله الله أو يا الله يا الله عددا وهذا قوي جدا في الدعاء وهو مجرب ثم تقرأ الألفاظ والأذكار الواردة في عدد من الروايات أنها جمعت أو فيها أو هي اسم الله الأعظم ونحن جمعنا هذه الروايات وعرضتها على شيخنا وقرأتها عليه رحمه الله فقال لا بأس أن يدعى بكلها والآن أنا وأنتم سنبدأ بالحمد له والصلاة على النبي بعدما تبنى إلى الله نبدأ بالحمد له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثم الاشتغال بذكر الله بلفظ الجلالة ثم نقرأ أنا وأنتم جماعة الألفاظ التي قيل فيها اسم الله الأعظم نبدأ مخلصين لله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه ومن والاه يا الله 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 يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام 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 يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا فتاح يا فتاح يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين نسألك يا ربنا باسمك العظيم الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت إذا دعيت به أعطيت ونسألك بكل اسم هو لك سمعني نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك استأثرت به في علم الغيب عندك ونسألك بالقرآن العظيم وسوره وآياته ونسألك يا ربنا بكرامة وجه نبيك المصطفى بكرامة وجه حبيبك محمد بكرامة وجه نبيك المعظم المشرف المكرم ونسألك يا ربنا ونتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة يا محمد يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله يا عظيم الجاه نتوسل بك إلى الله نتوسل بك إلى الله نتوسل بك إلى الله في دعائنا هذا ليستجاب لنا اللهم إنا نسألك بحبيبك محمد بحبك لمحمد بحق محمد بجاه محمد بسر محمد بكرامة محمد بعظيم قدر محمد يا من أكرمت وجه محمد أن تعطينا ما نرجو من الخيرات وأن تستجيب دعاءنا يا رب العالمين مرددوا معي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا الله يا الله يا الله اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحنان المنان بديع السماوات والأرض لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا زلجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء جميعا إلها واحدا لا إله إلا أنت يا عليم يا حليم يا عفو يا غفور يا سميع يا بصير يا علي يا كبير يا رؤوف يا رحيم يا سميع يا قريب يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم يا علي يا عظيم يا حي يا قيوم يا ذلجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأغسني يا مغيث أغسني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا حي يا قيوم يا ذلجلال والإكرام برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث فأغسني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك بحق كل أحبابك من الأنبياء والملائكة والأولياء يا أكرم الأنبياء اللهم إنا نسألك بكل أسمائك الحسنى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا لجأنا إليك بقلوب منكسرة فلا تردنا خائبين يا ربنا إنا تزللنا إليك وأنت أرحم الراحمين اللهم يا رحمن انشر علينا رحمتك وتوفنا وأن تراضٍ عنا اللهم يا غني يا مغني يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم يا الله يا الله اللهم يا الله يا الله اللهم يا الله يا الله يا فتاح يا رزاق يا عليم يا كريم المدد اللهم أمدنا بمدد من عندك يا الله اللهم أمدنا بمدد من عندك يا الله اللهم أمدنا بمدد من عندك يا الله اللهم أمدنا بمدد الأنبياء اللهم أمدنا بمدد الملائكة اللهم أمدنا بمدد الأولياء اللهم أمدنا بمدد سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا ربنا انفحنا ببركاته وبركات الأنبياء وانفعنا بأسرارهم وانفعنا بنفحاتهم واجعلنا تحت أنظارهم ربنا سبتنا على حبهم وعلى نهجهم وعلى عقيدتهم اللهم يا الله أكرمنا برؤية نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وأسمعنا صوته يا رب العالمين وأرنا وجهه يا أرحم الراحمين وارزقنا شفاعته يا أكرم الأكرمين شفعه فينا يا ربنا شفعه فينا وفي أهلنا شفعه بنا وبالمسلمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا مشتاقون لسماع صوت نبيك الكريم فأكرمنا بذلك يا ربنا اللهم إنا مشتاقون لرؤية وجهه المبارك فأكرمنا بذلك ولا تحرمنا هذا الخير اللهم أعطنا ما سألنا ولا تردنا خائبين إنك أنت العزيز الإله القادر الغالب القاهر المقتدر أنت العظيم أنت الإله اللهم إنا نسألك بمحمد النبي الرحمة أن تستجيب لنا دعاءنا اللهم انفعنا بالصالحين اللهم انفعنا بالأولياء والطيبين اللهم ارزقنا نفحة من حبيبك محمد في مجلسنا هذا وألهمه أن ينظر إلينا وعطف قلبه علينا وداونا بنظرة منه يا أرحم الراحمين داونا بنظرة من حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام فجاهه عندك عظيم وأنت أرحم الراحمين أعطنا ذلك وحقق لنا ما رجونا ولا تخيبنا يا رب العالمين ارزقنا رؤيته على هيئته الحقيقية عطف قلبه علينا واحشرنا تحت لوائه عليه الصلاة والسلام وأوردنا حوضه يا رب العالمين يا ربنا يا إلهنا أوردنا حوض حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا من الطائرين فوق الصراط وأدخلنا الجنة بسلام وأمان اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وقنا شر ما نتخوف اللهم ارزقنا رزقا حسنا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا في آخرتنا في أبداننا في أموالنا في أهلنا اللهم أعطنا ذلك اللهم إنا نسألك أن تجمع لنا ولأحبتنا وللمسلمين بين خيري الدنيا والآخرة قونا على الطاعات بعدنا عن المعاصي والآثام قوه ممنا على خدمة دينك يا رب العالمين اللهم أعتق رقابنا من النار في هذا اليوم العظيم المبارك اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين أعتق رقابنا من النار اجعلنا ممن أعتقتهم من النار في هذا اليوم العظيم اللهم اغفر لنا وتب علينا سامحنا وأصلحنا ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك يا الله يا أرحم الراحمين إن رحمتنا فبفضلك وإن عزبتنا فبعدلك فارحمنا يا الله أنت غني عنا وعن تعذيبنا أنت إلهنا وأنت القوي القادر ونحن الضعفاء ومن للضعيف سواك يا قادر يا مقتدر أنا العاجز وأنت القادر فنجنا واغفر لنا يا ربنا يا إلهنا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارس منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى اللهم جنبنا عذاب القبر وجنبنا عذاب النار واحفظنا من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم أجرنا من العذاب واحفظنا من الأهوال واجعلنا آمنين مطمئنين فرحين سعداء في ظل العرش يا رب العالمين واجعلنا على منابر من نور يا أرحم الراحمين اللهم انشر علينا رحمتك اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة اللهم كما أكرمتنا في هذه الحياة الدنيا بالحج والعمرة وزيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم فأعطنا ذلك وارزقنا ذلك كرات ومرات قبل الممات بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أحوالنا وأصلح بالنا وأصلح أولادنا وأصلح أهلنا وأصلح بلادنا وأصلح بيوتنا اللهم أصلحنا باطنا وظاهرا اللهم اغفر لنا اللهم اجعلنا وأحبابنا من أحبابك يا الله اللهم اهدنا وارزقنا وأهلنا وأحبابنا حسن الختام وحسن الحال والوفاة على كامل الإيمان اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا اللهم إنا نستودعك أنفسنا ومشايخنا وأحبابنا وأهلنا والمسلمين اللهم كما هديتنا للإسلام توفنا عليه يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من وسوسة الصدر وشتاة الأمر ومن وساوس الشيطان اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ربنا فوضنا أمرنا إليك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء ومن للفقير سواك يا ربنا يا إلهنا يا مولانا يا أرحم الراحمين لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والنقى والعفاف والغنى اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك سبّت قلوبنا على دينك اللهم ربنا إلهنا لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك يا الله اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ونداء لا يسمع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اكفنا ما أهمنا اللهم اجعلنا من أحبابك وأحباب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا إلهنا اجعلنا ممن لا يشبعون من ذكرك وممن لا يشبعون من طاعتك اجعلنا يا ربنا في تزود دائما اجعلنا في عطش دائما إلى الخيرات يا أرحم الراحمين يا ربنا اشغل قلوبنا بمحبتك ومحبت حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام اللهم سبتنا على دينه وعلى حبه وعلى نهجه إلى الممات اللهم أحينا على السنة وأمتنا وابعثنا عليها اللهم أحينا حياة طيبة وأمتنا ميتة نقية اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات اللهم اجعلنا خاشعين زاكرين تائبين منيبين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطايانا بالماء والسلج والبرد ولا تغسلها بالنار اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إلهنا اللهم ربنا إلهنا اجعلنا ممن ينصرون دينك إلى الممات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم ارزقنا مالا حلالا واسعا طيبا مباركا ربنا إلهنا ارزقنا مالا حلالا واسعا طيبا مباركا نستخدمه في طاعتك نستعمله لخدمة دينك وقضاء حاجات الدين والمسلمين اللهم وسع على المسلمين اللهم وسع على المسلمين اللهم ربنا أفض عليهم من البركات والرحمات والأرزاق وأعطهم وارزقهم رزقا كثيرا طيبا مباركا نافعا يا رب العالمين اللهم احفظهم من سيء الأسقام من المخاوف يا رب العالمين ربنا احفظهم مما يخافون ونجهم مما يكرهون وأعطهم سؤلهم من الخير يا رب العالمين اللهم عجل بالنصر والفرج اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا وتب علينا اللهم ربنا إلهنا اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء والغلبة عن المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشفنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين واغفر لنا وللمسلمين وفرج عنا وعن المسلمين وفك أسر المأسورين من المسلمين المظلومين يا ربنا عجل بالفرج اللهم قنا شرورا شرور أنفسنا يا رب العالمين واعزم لنا على أرشب أمرنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أخطأنا وما عمدنا وما أنت أعلم به منا اللهم اجعلنا من العلماء الحلماء الكرماء البرر الأتقياء الأصفياء الأنقياء اللهم تب علينا واغفر لنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا وافتح علينا فتوح العارفين اللهم ارحمنا اللهم اشفنا اللهم عافنا اللهم اعفو عنا اللهم اهدنا اللهم ارزقنا اللهم امتنا على كامل الإيمان اللهم اجعلنا في أعلى عليين اللهم اجعلنا في أعلى عليين اللهم اجعلنا في أعلى عليين اللهم يا ربنا تب علينا حتى نكمل النقص الذي فينا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وفي أخرانا اللهم يا مؤمن قلوبنا على دينك يا الله نسألك الجنة نسألك الدرجات العلا من الجنة ونعوذ بك من النار ومن المأسم ونعوذ بك من الآسام والمعاصي والمنكرات والمحرمات والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين واكتبنا في عبادك الناجين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا وتقبل منا بجاه كل الأنبياء ببركة القرآن بحق أسمائك الحسنى أعتقنا من النار أعطنا ما رجونا استجب لنا ما دعونا إنك على كل شيء قدير وأرجو منكم أن لا تنسونا من دعواتكم فقد يستجاب لكم ولا يستجاب لي ولا تنسو أن تعمموا الدعاء للمسلمين والمسلمات ولا تنسو بارك الله بكم إن أحسنتم إلي أن تقرأوا الفاتحة بإخلاص على نية تحقق هذا الدعاء على نية استجابة هذا الدعاء مع إهداء ثواب الفاتحة لنبينا المكرم صلى الله عليه وسلم ولعامة المسلمين والمسلمات ولخالتي وأهلي والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته